موسيقى بالتزامن مع عيد الحب الذي يصادف اليوم استغل الشاب راشد فضة من مدينة نابلس المناسبة لتسليط الضوء على قضيته حيث نظم وقفة عند دوار المنارة وسط مدينة رمالة تحت عنوان وصل العروس للعريس يا رئيس وهو ذات الشعار الذي استخدمه لحملته الإلكترونية التي أطلقها الشهر الماضي لمطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل الفوري لإنهاء معاناته وعروسه التي استمرت لأربع سنوات وإتمام قصة حبهما بالزواج واتخاذ قرار سياسي لجمع شملهما قصة العريس راشد فضة الذي يسكن في الضفة الغربية وعروسه ديالا شراب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بدأت منذ أربعة أعوام حينما عقد قرانهما لكنهما لم يتمكن حتى اللحظة من العيش معا جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة حيث يرفض الاحتلال منح العروس تصريحا لأجل السفر إلى الضفة الغربية وطالب العريس راشد الرئيس الفلسطيني لاهتمام بقضيته والتدخل العاجلة بالضغط على الاحتلال لإصدار تصريح للعروس للتمكن من المجيء إلى الضفة والإقامة مع زوجها في نابلس أصلي متزوج من غزة من أربع سنين تقريبا ونحن عملنا حمله عشان الرئيس يساعدنا في الموضوع أنه يجيب زوجتي من غزة وهي الوقف عشان أنه اليوم عيد الحب أنه يعني الإسرائيليين بتعنتهم وقوانينهم التمنع للمشمل طالب الرئيس أنه يساعدنا بلمشملنا